السلام عليكم ورحمة الله ذنب خطير يمنع إجابة الدعاء فاحذر منه أخي الحبيب كثير من الناس يغوص في هذا الذنب وللأسف لا ينتبه ثم يدعو فأنا يستجاب لذلك ما هو هذا الذنب أخي الحبيب انتبه معي رجاء أنت اليوم قد يكون لديك تجارة فأحيانا تبيع سلعة فتخفي عيوب هذه السلعة لكي لا تنقص من ثمنها أنت أكلت المال الحرم وغذيت جسدك بالحرم وشربت من الحرم ولبست من الحرم أحيانا الواحد يكذب من أجل الترويج لسلعة أنت أدخلت في لحمك الحرم من خلال الأكل الذي أكلته جزء منه حرم أحيانا الإنسان يقترض مبلغا من إنسان وهو لا ينوي رده أو يتكاسل عن رده وهذه الظاهرة كثيرة اليوم للأسف يعني إذا لم تصدقوني اذهبوا إلى المحاكم وانظروا مثل هذا الإنسان اليوم هو أكل الحرم وغذى لحمه بالحرم لو أردنا أن نقيس الربا مثلا هناك تساهل كبير جدا اليوم في أكل الربا وفي دفع الربا وغير ذلك أيضا أنت تدخل إلى جسدك غذاء وشراب حرم طيب ماذا يقول النبي عن ذلك انظر معي أخي الحبيب النبي ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا رب يا رب ولا يستجاب له انظر إلى هذا الوصف يعني هذا الرجل أخذ بالأسباب على فكرة أخي الحبيب دائما عندما يكون رزقك قليلا ابحث عن أسباب أخرى ابحث عن ذنوبك ابحث عن نوع المال الذي تأخذه ابحث هل أنت تخدع الناس وتغش الناس ابحث دائما عن أسباب أخرى كما قلت لك فهذا الرجل الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام يذهب ويلهث ويعمل ليلة نهارا أشعث أغبر من كثرة ما يعمل ويطيل السفر كإشارة إلى السعي كثرة السعي على رغم من ذلك يقول يا رب يا رب لا يستجيب له الله سبحانه وتعالى فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا السر قال ومطعمه حرم ومشربه حرم وملبسه حرم وغذي بالحرم فأنا يستجاب لذلك لذلك أطيب مطعمك تكون مستجابة دعوة باختصار يعني فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أخبرنا بهذا الحديث ليفسر لنا سر عدم استجابة الدعاء أو أحد أسرار عدم استجابة الدعاء وبالتالي أخي الحبيب فتش عن أسباب أخرى كما قلت لك يعني مثلاً اليوم أنت عندما تتمنى الشر الشر لجارك وعندما تأخذ شيئاً ليس من حقك رزق ساقه الله لجارك فتقوم بخدعة ما بكذبة ما بطريقة ما وكما يقولون يعني التجارة شطارة فتأخذ هذه السلعة أو هذا الربح تحرم غيرك منه أنت أكلت الحرم أبواب الربح هل تعلمون كم باباً أحبتي في الله النبي في حديث صحيح له روايات كثيرة جداً يقول الربا ثلاثة وسبعون باباً ثلاثة وسبعون باباً طيب أين هذه الأبواب الثلاثة وسبعين أنت عندما تحتكر سلعة على أمل أن تبيعها بسعر أغلى ماذا فعلت أنت أكلت الحرم الفرق هذا الذي أخذته نوع باب من أبواب الربا هذا الفارق ما هو الربا هو الزيادة كلمة ربا يعني الزيادة ربا نما زاد فكل مبلغ مبلغ تأخذه زيادة عن السعر الحقيقي هذا ربا أنت استغليت حاجة إنسان بعته مثلاً غرض بسعر أغلى لأنه محتاج له هذا ربا الفرق هذا ربا هذا الغرض بمئة بعته بمئة وخمسين استغليت حاجة هذا الإنسان له أو عدم قدرتي على الحصول إلا بطريقة لا يعلمها أنت هذا الفارق هو الربا غذيت لحمك بالحرام ومطعمك ومشربك حرام لحظ كم العملية دقيقة أخي الحبيب ما هو هذا السلوك هو الذي يدمر الاقتصاد هو الذي يفقر الناس على فكرة يعني عندما تجد أن الناس يلهثون وراء الدنيا كل واحد يريد أن يأخذ ويسرق ويكذب ويغش ظنا منه أنه يراعي مصلحته الشخصية هو طبعا يضر نفسه ويؤذي نفسه فعندما تكثر هذه الظاهرة يحدث هذا الانهيار الاقتصادي الذي نراه الآن في بعض في كثير من بقع العالم طبعا هذا لا يعني أن الكافر يأكل الحلال لا لأن الكافر أصلا غير مستجاب الدعوة لا يغرك تقول والله هناك بلد غربي متطور الناس مرفهون لا هؤلاء غير مستجابي الدعوة وبالتالي الحديث هنا يتحدث عن إجابة الدعوة فاجتهد أخي الحبيب في أن تتجنب أسباب الحرم والعملية سهلة جدا أنا ألخص لك بكلمة واحدة فقط الصدق الصدق في كل شيء لأن الله تعالى يقول فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإذن عندما تلتزم بالصدق لا تستطيع أن تغش لا تستطيع أن تكذب لا تستطيع أن تخفي عيوب هذه السلعة لأن هذا نوع من الكذب عندما يسألك أحد انظر الآن إلى تجارة مثلا مثلا السيارات المستعملة اذهب وابحث كم نسبة الصادقين عندما تشتري السيارة المستعملة كم اليوم نسبة من يصدقك ويقول لك والله أنا أبيع هذه السيارة لأن فيها عيب كذا وكذا 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 99% إلا ما رحم ربي طبعا يقول لك هذه السيارة الثمن هكذا وأنا ليس لي علاقة أنت تغش وتخفي عيبا يجب أن تبينه لأن النبي أمرنا أن نبين والله أمرنا أن نبين فأنت تأخذ مالا حرما لأنك تعلم إذا أظهرت عيوب هذه السيارة مثلا سيقل ثمنها ولكن والله لو ذهب ثمنها بالكامل أهوى من أن تأكل ذرة حرم ذرة لأن يوم القيامة الحساب بالذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فأنت عندما تتعامل مع الناس من حولك كم من الناس اليوم يدعي أنه بحاجة للمال إذا أتيح له أن يأخذ المال يأخذه وهو غير محتاج له هذا يأكل أيضا المال الحرم لأنه لا يحتاج لهذا المال وبالتالي أخي الحبيب يجب أن تحذر من هذا الذنب الذي أصبحنا نستخف به أحدنا يلهث وراء المال بأي سبب لا ينظر إلى الحرام والحلال وهذه المسائل أصبحت نادرة اليوم عملة نادرة انتبه لهذا الموضوع وصدقني أن تكون مستجاب الدعوة أهم من مليارات العالم لو أنك الآن تملك المليارات دعوة مستجابة أفضل منها بكثير لماذا؟ لأنك إذا دعوت أن يبارك الله لك في حياتك في صحتك في عافيتك في أولادك في أهل بيتك أن يحفظك من الشر هذه أهم من الملايين والمليارات الملايين ماذا تفعل لك؟ انظر إلى كثير من أصحاب الملايين كثير إلا ما رحم ربي شغلتهم الدنيا غرتهم الحياة الدنيا لذلك مثل هؤلاء يقال لهم يوم القيامة وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا دائما الحاجة المادية أخي الحبيب تذكرك بالله دائما تلجأ إلى الله تدعو الله يا رب أرزقني يا رب فرج عني يا رب دائما تقربك إلى الله وتذكرك بالله كثرة المال يعني يستغني الإنسان حتى عن الله ولا ياذب الله كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى هذه صفة عامة في البشر إلا القليل جدا الذين يعني يرزقهم الله المال ولكن يبقى محافظا على صدقه وأمانته إلى آخره لذلك أخي الحبيب أرجو أن تحذر من هذا الذنب وأن تنتبه لكي تكون دعوتك مستجابة إن شاء الله وتذكر أنك تدعو إلها كريما رحيما لا يرد سائلا ولكن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وتذكر معي هذه الآية الكريمة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الرزق الذي يرضه سبحانه وتعالى وأن يكشف الغم والهم عنا جميعا إن شاء الله وأن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر